بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم السابط احنا بنعيش فيه مع اصحاب السعادة اصحاب السعادة هم احبابنا اللي هم عايزين يجعلوا الزواج مصدر اساسي للسعادة سواء كانوا مقبلين على الزواج او مقبلين كذلك على تجديد الحياة الزوجية وعشان كده احنا من فترة بنتكلم معاهم عن مهارات زواجية النهاردة هنتكلم عن مهارة مهمة جدا من مهارات العلاقات الزوجية ساعات الناس ما بتاخدش بالها وبتقول ان المهارة دي بدل ما يشوفوها ان هي مهارة يشوفوها على ان هي مرحلة يشوفوها على ان هي حالة لكن في الحقيقة هي مهارة مهارة يعني الانسان لازم يتحلى بيها ولازم يكتسبها ولازم يعيشها عشان حياته الزوجية تبقى حياة جاهزة وفتحة ابوابها للسعادة المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة مهارة اسمها مهارة الصداقة الزوجية او الصداقة الزوجية يعني ايه بقى المهارة دي معناها ان الواحد دي بقى عنده قدرة على انه يبني علاقة قوية متينة هي بالضبط زي علاقة الصداقة في مع شريك حياته تؤسس على الحفاظ على العلاقة بحيث ان هم يعيشوا علاقة صحية وسعيدة يعني علاقة متينة يعني ايه؟ يعني الصداقة جاية من الصدق تحس ان العلاقة فيها صدق فيها شفافية فيها وضوح فيها بقاء دائما في القرب مش في البعيد لما حد يحتاج لحد يلاقيه فالصداقة مش بتكون بس من طرف واحد ده لازم تكون من الطرفين يتعودوا ان هم يبقوا اصدقاء الزوج والزوجة يبقوا اصدقاء والصديق هو اللي بيصدوقك في كل شيء فهو معنى اعلى من الصاحب مش اتنين موجودين مع بعض في بعض الاحيان بيبقوا الازواج كأنهم مأجرين سكن مشترك مع بعض لا الصداقة بتخليهم لا بتخليهم اعمق علاقتهم اعمق مع بعض فالصحبة ممكن يكون مقصود بيها الصحبة في المكان والزمان زي ما بيكونوا سكنين مع بعض او جيران ومش دروني الواحد يختار الناس اللي بيصحبهم في مكان معين او في وقت معين لكن الواحد ممكن يختار اصدقائهم فيبقى اول حاجة في الصداقة الارادة ما ينفعش تبقى صديق الا بالارادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا ابو بكر وسيدنا ابو بكر دب وكان متعلق بالرسول الله وعشان كده سيدنا ابو بكر لما اختار صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى الصديق لانه افضل صديق يبقى في الصداقة احنا بنختار الصديق بعناية لانه بيكون برعيتنا وبيبقى حريص علينا وحريص على انه يطورنا كذلك في الصداقة الزوجية ببقى حريص في اختيار الزوجة اللي هتتحول الى صديقة وحريص على اختيار الزوج اللي هيتحول إلى صديق ولذلك الرسول الله سلم عمل معنا شيء اشمعنا في الجواز بعينه حطلنا معايير عشان نختار الزوجة ليه وكذلك معايير عشان نختار الزوج عشان في الآخر خالص اللي هيحصل إن الصحبة عطول وهتتحول إلى صداقة وعشان كده بيجي بقى حديث الرسول الله سلم المرء على دين خليلي آه خليله يعني اللي يتخلله الصديق بتاعه اللي كأنه هيحصل عشق عشق يعني هيتعشقه مع بعض وعشان كده لازم الإنسان يكون مع حد يفهم عليه ويقدر ظروفه ويكون قريب منه وعشان كده الجواز لما كان أعمق وأكمل وأقدم حلاقة إنسانية هي أول حلاقة إنسانية كانت على الأرض وكانت على البشر في قبل الأمومة وقبل الأبوة فربنا خلق سيدنا أدم وخلق له ستين حواء لتبدأ البشرية بعلاقة الجواز فاتخذ سيدنا أدم صديقة وزوجة بيستشيرها وتنصحه وعاشه مع بعض لذلك الصداقة ما بين الزوجين ما بين الزوج والزوجة بتأسس علاقة نكحة لأن أكتر حد يعرفك هو اللي عشرك وشافك في كل حالاتك واللي حياتك مرتبطة بيه في تفاصيلها وحياتكم أنتو الاثنين مرتبطة لدرجة إن هو بيحبك وقلبه عليك وقلبه على مصلحتك وشي لهمك عاتل همك فمصلحتكم بعد شوية بتبقى واحدة آه فكده الأهداف الزوجية بتبقى واحدة فده الصديق الأقرب اللي بيسمونه صديق الصدوق فزوجتك هي أفضل حد ممكن تبقى الصديق الصدوق وزوجك هو أفضل حد يبقى الصديق الصدوق ويمكن دوة اللي ممكن نلاقيه في قوله تعالى ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها آه دي تبقى صديقتك وتبقى سكنك تبقى سكن فيها وهي سكن فيك وجعل بينكم مودة ورحم يبقى إيه زن؟ هي دي مفهوم جبنا منين مهارة الصدقة من هذا التعشيق من هذا الصدق ولذلك لابد نحن نتكلم عن هذه المهارة